120 كم بمصرب واحد طريق معانا الامدورات الدولي يربط الأردن بالسعودية مرورا بمنجم الشيدية أكبر مناجم الفسفات في الأردن إلا أن حالها لا يرضي السائق ولا الراكب والحلول تبدو سرابا بائدة المنال الطريق حصدت وتحصد عشرات الأرواح بلا توحد بنية تهلكت وتنؤ تحت حمل أثقال الحمولات وعوامل الزمن وضيقها لا يناسب من يرتادها من سيارة شحن كبير أربعة أيام من محاولات الاتصال مع وزارة الأشغال دون رد بعد رفض إدارتها المحلية في معان التصريح بحجة عدم امتلاكها إذنا لذلك من الوزارة يوم اللي شرب جولة ميدانية معالي رئيس مجلس إدارة شركة الفسفات الأردنية لبحث عدة خيارات فيما يخص الطرق خاصة الطرق اللي بتخدم مناجم الشهدية والطرق العامل للنقل العامل اللي تخص وزارة الأشغال ومدى الالتزام بصيانة هاي الطرق وتحسينها وكان عندنا فيه تم طرح عدة خيارات وراح يكون فيه هناك إن شاء الله لقاءات من الأجهزة الفنية اللي راح يتم وضع بعض المواصفات لتحسين بعض طرق القائمة وإنشاء طرق جديدة تخدم مناجم الشهدية طلعنا طبعا من الشركات الدارسة إلى عدة ودائل لإنشاء طريق جديد أو صيانة الطريق القائمة حاليا وإضافة مسربين آخرين إلى الطريق القائمة حاليا الخبراء يعني وتوجيهات معالي الرئيس بعد سماع رأي الخبراء كان الأفضل صيانة الطريق الحالية لأنها لا تحتاج إلى استملاكات جديدة ولا إلى معاملات طويلة هي طريقة قائمة طريق قائم افتتحة توزارة الأشغال العامة عند تأسيل شركة مناجم الفلسفات كل ما هناك قامت طريق أخرى موازلة بمسربين كما ذكرت وصيانة الطريق القائمة الكلفة المقدرة لهذا المشروع من 20 إلى 26 مليون دينار ستتحمل شركة مناجم الفلسفات بالكاملة مساهمة منها في خدمة المجتمعات المحلية نهاية العام الماضي أعلنت شركة مناجم الفلسفات الأردنية عن عزمها إنشاء طريق جديد يصل منجم الشيدية بالمثلث القديم باتجاه مدينة معان بمسافة 17 كم ليحل محل طريق كان هنا من الأساس حيث أقف الآن مع إعادة تأهيل للطريق القائم المشروع تأخر لبعض من المعيقات الإدارية تتمثل بملكية الأراضي وترسيم الطريق الأمر الذي حدى بالشركة الاستشارية المكلفة بإعداد التراسات وتصاميم الطريق إلى تقديم عدة بدائل ومقترحات لتطوير مسار النقل من وإلى مناجم الشركات في الشيدية المقترح الأول تحدث عن إعادة إنشاء وبشكل جديد لهذه الطريق وبمصربين بتكلفة تقديرية بلغت 12 مليون دينار أما المقترح الثاني فكان إعادة إنشاء بأربعة مسارب وبتكلفة تبلغ 26 مليون دينار وهي التكلفة الأعلى ما بين جميع المقترحات المقترحان يتشاركان فائدة تقصير المسافة من وإلى مناجم الشركة ومصانعها في منطقة الشيدية إلا أنهما بحاجة إلى السير في إجراءة الاستملاك والطريق هنا معرضة لانجرافات نتيجة لسيلان هذه الأودية وفيضاناتها خلال الظروف الجوية المختلفة كما تشاهدون هنا وما حصل مع هذه الطريق في وقت سابق هذه هي الطريق القائمة والحالية والتي تستخدمها المركبات والشاحنات المتوجهة من وإلى مناجم ومصانع الشركة في الشيدية والتي تربط مع طريق معان المدورة بمثلث الشيدية والبلغ طولها قرابة 23 كم المقترحان الثالث والرابع تحدث عن هذا الجزء من الطريق إما إعادة تأهيل للطريق بمصربيه بتكلفة تقارب 12 مليون دينار وذلك ما يتضمن أيضا تحويل السير أثناء عمليات الصيانة أو إضافة مقطع إضافي لتصبح الطريق بأربعة مسارب بتكلفة تقارب 19 مليون دينار هذين المقترحين لهما من الإيجابيات أن الدراسات جاهزة للطرح وهما أقل عرضة لخطر الفيضانات والظروف الجوية والتكلفة هي أقل وأكثر خفاضا عن غيرها من المقترحات بشكل نسبي هذه المقترحات جميعها تم نقاشها خلال الجلسة التشاورية إضافة إلى التفكير بمقترحات أخرى علها تحقق وفرا يمكن استخدامه لصيانة الطريق الممتدة ما بين مثلث الشيدية وحتى مدينة معان هذه المقترحات وهذه الحلول سواء تم اختيارها أو اختيار غيرها لعلها تساهم في تحسين هذا الطريق الذي طالت معاناة مرتديه وحصدت كثيرا من الأرواح خلال السنوات الماضية محمد دويرج المملكة معان للحدث في هذا الملف ينضم إلينا مدير صيانات الطرق والجسور في وزارة الأشغال العامة والإسكان وسيم العدوان مساء الخير أهلا بك معنا أستاذ وسيم على ما يبدو بأن هذه الطريق تشهد عدة مقترحات لإعادة صيانتها إلى أي مدى ما هو السيناريو الأقرب حسب ما كان مطروح في التقرير الذي عرضه مراسل المملكة محمد دويرج واستمعت لهذه المقترحات أيهما أقرب إلى الواقع وأيهما أقرب إلى وزارة الأشغال حتى تعمل به وهل فعلا سنشهد إعادة تأهيل الطريق وصيانة تترافق مع مشاريع الشيدية يسعد مساكي ستي ومساء أخوانا المشاهدين طبعا بدي أحكي بالبداية مقدمة عن وضع الطريق نفسه الطريق معانا المدورة هو طريق دولي بربط محافظات الجنوب بالمعابر الحدودية المتجهة إلى السعودية ببلغ طول الطريق 120 كيلومتر الطريق منشأ منذ عشرات السنين يعاني من بعض المشاكل يوجد لدى وزارة الأشغال دراسات لإعادة إنشاء هذا الطريق وتوسعته ليصبح بأربعة مسارب طبعا وزارة الأشغال تقوم بمحاولة توفير التمويل اللازم بالتعاون مع المعنيين من وزارة التخطيط كان فيه جلسة تشاورية على هامش افتتاح تقاطع الإرسال مع إخواننا بالصندوق السعودي للتنمية بحضور سعاد السفير السعودي من المساعي التي تسعى فيها وزارة الأشغال لإنجاز أعمال صيانة لجزء من هذا الطريق ما تم بالأسبوع الماضي مع شركة مناجم الفوسفات كان فيه زيارة بتاريخ 27 سبعة حضرها معالي وزير الأشغال ومعالي رئيس مدلس إدارة شركة مناجم الفوسفات كان ضمن هذه الزيارة مناقشة صيانة جزء من هذا الطريق بالإضافة إلى صيانة الجزء من الطريق من تقاطع الشيدية باتجاه المناجم تحدثنا مع المصمم وأخذنا جولة ميدانية على الموقع كاملا ناقشنا البدائل إيجابيات كل بديل من هذه البدائل وسلبياته والكلف المترتبة عليه كان التوافق بالنهاية أنه بداية الطريق من تقاطع الجفر معان باتجاه تقاطع الشيدية هذا ببلغ طوله 40 كم من ضمن 120 كم اللي هي طول الطريق الكاملة ممكن نسوي لها أعمال صيانة تتمثل بإنشاء الخلطات الإسفلتية الجديدة بالإضافة إلى صيانة الجزء اللي هو من تقاطع الشيدية باتجاه المناجم بطول 22 كم وتوسعة هذا الجزء اللي يصبح بأربع مسارب يعني على وضع الطريق اللي هو تقاطع الشيدية باتجاه المناجم بتم إنشاء مسربين إضافيين من ثم إعادة إنشاء طبقات الطريق للطريق القائم هذه المقترحات بالتعاون مع الفوسفات أم هذا ما ستعمل عليه فقط الأشغال هذا ما توافقنا عليه كوزارة أشغال بممثلة معالي الوزير معالي المهندس ماهر أبو السمن ومعالي رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات معالي الدكتور محمد ذنيبات رح يكون طبعا تمويل المشروع وعدة شركة مناجم الفوسفات مشكورة بأنه يكون من خلالهم بشكل كامل إحنا اليوم بالمراحل النهائية من الدراسات والتشاور بيننا وبين شركة الفوسفات بحيث أنه خلص نختار الحل النهائي وتم إجراءات طرح إن شاء الله العطاء وإحالته الحل النهائي الآن سيتم اختياره ولا خلص الآن تم التوافق عليه بشكل كامل التوافق اللي تم وبعد الجفر التوافق اللي تم اللي هو إن شاء الله أنه يكون من تقاطع الشدية باتجاه المناجم أربع مسارب اللي هو زي ما ذكر بالتقرير اللي هو البديل الرابع بحيث يصبح أربع مسارب إنشاء مساربين جداد وصيانة المساربين القائمات هاي بيطول 22 كيلومتر تكلفة الجزء الثاني اللي هو جزء الأربعين كيلومتر من تقاطع الجفر باتجاه تقاطع الشدية هاي ممكن يكون لها صيانة للخلطات القائمة الدراسات اليوم بتتحدث عن تقييم للطبقات الطريق الموجودة خصوصا الأربعين كيلومتر واحتساب الكلف بحيث أنه يتم توزيع الاختيار البديل النهائي بما يعني حسب المخصصات المرصودة لهاي الغاية ما هي المخصصات المرصودة اليوم؟ المخصصات اللي هي اللي تم رصدها من خلال شركة الفوسفات بحدود الـ 26 مليون دينار هذا الكلفة على الفوسفات؟ هي على شركة الفوسفات؟ هو الكلفة على كل مسارات الأربعة؟ هاي الكلفة المرصودة من خلال شركة الفوسفات لعمل خلينا نحكي الجزء الـ 22 كيلومتر بالإضافة كان عندهم بديل ثاني أنه سوى طريق مختصرة اللي شاهدناها بالريبورتاج اللي هي الطريق اللي بتختصر مسافة النقل للشاحنات هذا طريق قديم طبعاً غير مستخدم يعني هذا الطريق اللي هو طوله 18 كيلو متر غير مستخدم نهائياً الآن لأنه في الطريق اللي بتسلك الشاحنات الآن اللي هو من تقاطع الشيدية باتجاه المناجم كان عندهم أحد البدائل أنه هذا الطريق 18 كيلو يتم إنشاؤه من جديد بحيث يتم إلغاء هذا الطريق أو أنه يكون طريقين موازيات لبعض طيب اليوم فيه صيانة مطلوبة على المسافة الموجودة تحديداً بين مثلث الشيدية وبين مدينة معان هذا ضمن الدراسات هاي ضمن الأربعين كيلو اللي تحدثنانا هاي ضمن الأربعين كيلو هاي ضمن الأربعين كيلو نعم العمل عليها إن شاء الله لأنه فيه جزء متبقي حتى حدود المدورة وتبلغ المسافة تقريباً 70 كيلو متر بالضبط إحنا طول الطريق كاملاً من تقاطع الجفر هاي ماذا عنها؟ يعني هاي ضمن هاي فيه خلينا نحكي زي ما تحدثت أنا بالبداية كان فيه توافق مع أو جلسة نقاشية كانت مع سعادة السفير السعودي وفيه تنسيق بيننا وبين وزارة التخطيط لتمويل لتوفير التمويل اللي لازم لإعادة إنشاء هذا الجزء من المقطع من الطريق الدراسات الموجودة عندنا بوزارة الأشغال بتحكي عن إعادة إنشاء كامل لهذا الطريق اللي يصبح بأربع مسارب طبعاً يعني كل فتوء عالي بتحتاج أنه خلينا نحكي محاولة توفير لهذه المبالغ فيه تعاون بيننا وبين إنشاء الله يعني يكون بيننا وبين مثلاً الصندوق السعودي إنه يمولنا بجزء معين منه بنفس الوقت بنحكي إحنا عن أعمال الصيانة التشغيلية يعني اللي هي المعالجات الطارئة وهي طبعاً وزارة الأشغال بتقوم فيها يعني بشكل دائم طيب هلأ المشروع تحديداً لهو الأربع مسارب وإضافة مقطع جديد للطريق بتكلفة تبلغ من قبل الفوسفات 29 مليون فهمتك ألا هي الجزء هذا الـ 22 كيلو الكلفة التقديرية البدائية إلو طبعاً ككونسبشول بس 19 مليون 19 مليون تتحمل منها إشي وزارة الأشغال وزارة الأشغال بتشتغل على بداء الثاني يعني بتحاول توفر خلينا نحكي اللي هي باقي الطريق الجزء هذا كامل الـ 40 كيلو مع الـ 22 كيلو يعني وعدت فيه شركة مناجم الفوسفات طيب وهاي الجزئية اللي سألتك عنها قبل قليل حدود المسافة المتبقية بين حدود المدورة أو حتى حدود المدورة وتبلغ مساحتها 70 كيلو متر هاي رح يتم النقاش فيها؟ مش مع شركة الفوسفات هذا منفصل هذا اليوم إحنا بيننا وبين وزارة التخطيط لمحاولة توفير التمويل هلا اليوم إحنا بنحكي كوزارة أشغال فيه أن دراسة رح تكون على صيانة جزء اللي هي آخر 25 كيلو متر من الطريق اللي هي من مركز الحدود يعني مركز الحدود قبل مركز الحدود بـ 25 كيلو متر هاي إن شاء الله رح يكون عليها أعمال صيانة كمان خلال الفترة القادمة يعني ببداية العام القادم إن شاء الله طيب اليوم الجدول الزمني لإنجاز كل هذه المتطلبات على هذا الطريق خلينا نحكي الدراسات الأولية جاهزة من خلال المصمم اللي بتشتغل مع شركة الفوسفات المطلوب مننا اليوم جلسات خلينا نحكي تنسيقية فنية بس لاختيار البدائل في عنا مطلوب تقييم بس لطبقات الرصف للـ 40 كيلو اللي هي من تقاطع الجفر باتجاه تقاطع الشهدية يعني إحنا نتحدث عن أيام مش أكثر إن شاء الله بعدها بكون إجراءات إن شاء الله طرح العطاء والمناقص يفوز فيها يعني نتحدث عن عام عامين ثلاثة عوام يعني إذا بنحكي يعني كله بعتمد على مخرجات الدراسة صراحة على مخرجات الدراسة يعني إذا كان في حاجة لأعمال أخرى إضافية مثلا على نفس الطريق الـ 40 كيلو هاي أكيد بدأت تأخذ مدة أكثر يعني يمكن اليوم صعب نحكي عن مدة زمنية إلا حين انتهاء هذه الدراسات ولكن يعني تقديري حسب الموجود في الدراسات الأولية الدراسات الأولية كانت بتحكي عن 22 كيلو متر كانت الدراسات بتحكي عن إعادة إنشاؤهم يعني إذا بنحكي 22 كيلو متر ممكن يأخذوا مثلا تقريبا سنة لإنجاز هذا العمل هلأ إحنا بنحكي عن التوافق اللي صار بالنهاية يعني بناء على الزيارة الميدانية الأخيرة أن يكون فيه صيانة للـ 40 كيلو متر هذا ما كان أصلا بالدراسات البداية يعني بالبداية فمعناته نحن بنتوقع مدة زمنية أكبر للإنجاز النهائي إن شاء الله رح يكون يعني ممكن نقول مثلا 2024 إن شاء الله رح يكون خلينا نحكي كدراسات إن شاء الله يعني بنهاية يعني خلينا نحكي بنهاية 23 إن شاء الله بكون في عمل على أرض الواقع طيب بما أنه الآن بالظروف الجيدة بالظروف الجيدة بما أنه الآن تم زيادة هذا الرقم وكنا نحكي عن 19 كيلو الآن نحكي عن 40 كيلو تقريبا هل نتوقع أوامر تغييرية ممكن أنها تصدر على هذا المشروع؟ الأوامر التغييرية بتصير بعد ما العطاء خلينا نحكي يصير على أرض الواقع يعني إذا تكون الدراسة الشاملة وكاملة من البداية يعني يفترض تكون نسبة الأوامر التغييرية فيها إشي لا يذكر فإن شاء الله ما بكون فيها إن شاء الله بدي أشكر وجودك معنا مدير صيانة الطرق والجسور في وزارة الأشغال العامة والإسكان والسيم العدوان شكرا جزيلا لك أعطيك العافية